أبو إبراهيم من عجمان يسأل يقول هل يمكن أن تصاب السيارة أو البيت في العين وإذا أصيبت كيف تكون الرقية أبو إبراهيم بارك الله فيك نعم بالنسبة للعين تصيب البشر تصيب الحجر وتصيب الشجر وتصيب الجماد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال العين حق وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال العين حق تدخل البعير القدرة والإنسان القبر ولذلك قد يصاب البيت تصاب السيارة تصاب الدابة هذا شيء معروف مشاهد في دنيا الناس أما قضية الرقية فمحل خلاف ولذلك من أهل العلم من ذهب إلى أن مثل الجمادات كالسيارات أو البيوت والحيوانات أيضا قالوا هذه لا ترقى والقول الثاني وهو الراجح أن ترقى لما ثبت عن ابن مسعود أنه رقى بعيرا له أخذ بذروته ورقاه في أذنه ولذلك ممكن للإنسان إذا أصيبت سيارته مثلا أن يرقيها مثلا يقرأ عليها وينفث عليها هذا الذي يظهر أنه الراجح ولله الحمد والمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر